السلام عليكم جميعا مزيكم عاملين ايه في احلاص ومعمونة المهاردة انت طلبتوا مني كزا مرة الاعتناء بشجر شجرة الورد في الحديقة ايه دي شجرة ورد بلدي بصوا جمالها وريحتها طبعا الكميلة طيب احنا بنعتني بها زي انا ديت الشجرة دي بقى ايه عشان الناس بتسأل ايه لسه كمان هيطلعوا بتطلع يعني دايما بتطلع مش مش اللي هي بتطلع مرة وخلاص لأ عشان الناس اللي ما تعرفش خالص لأ احنا بنعمل لها عملية تقليم فعد لما بنعمل لها عملية تقليم تقليم يعني ايه يعني بقص في شهر اكتوبر كده بقص الجزوع بتاعتها او السوق اللي هي تحت البرائم لحد هنا وبعدين بتطلع تاني سبحان الله ايه ورد بتطلع تاني على الربيع وبتبضل طول الصيف تتزهر والظهور تنزل وبعدين تطلع تاني وتزهر والظهور تنزل وتطلع تاني فهي ولادة وموجودة يعني شجرة الورد البلدي من الحاجات اللي هي مش 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 ازاي شجرة الطماطم مسلا تقطفها وبعدين تزرعها تاني اه في في الطماطم لا دايما بتطلع الورد وبصتوا جمالها طيب انا عتني بيها بقى زي اه شجرة الورد البلدي زي اول ما زهور بتاعتها تطلع بنسقي التربة مرة واحدة بس مرة واحدة بس بالشوية سكر طبعا مش كتير اه حوالي معلقة لو هي جنينة وحديقة زي كده حواليها يعني معلقة من السكر كبيرة فما يطر راي مع ملح اللمون ملح اللمون اه بيتباع عند العطار مفيش اي مشكلة هو ده زي غزة الورد او بنسميه غزة الورد مرة واحدة بس ما بنعملش يسقي التربة زيب السكر وصودة اللمون احنا نفسنا يعني بنعملها الا مرة واحدة بس وهي تشوفوها بقى جمالها عاملة ازاي اهي ودول لسه هيطلعوا يعني هي بتدي كتير ودول برضو لسه هيطلعوا ومحش هيقلق ويقول ان هي ماتت لما الورد يطلعوا بيقع تاني هي دي عادي اه اه مرحلة اه الازهار اه او ان الورد يطلع اه اوراقه وزهوره وبعدين تقع الزهور عادي ده دايما عملية مستمرة وطبيعية جدا في الورد ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي على خير فاحلى وصفة مع مونة فحفظ الله مع السلامة